السلام عليكم رحل 2017 بعد أن ترك تطورات وأحداث متيرة في المشهد اليمني على المستويين السياسي والعسكري في التفاصيل أنه مع حلول العام وتحديدا في السابع من يناير أعلن الجيش الوطني السيطرة على معسكر العمري في مديرية دباب قرب باب المندب على الساحل الغربي وفي الثالث والعشرين من نفس الشهر كشفت لجنة العقوبات الدولية عن تورط خالد نجلة صالح بأنشطة تتعلق بغسيل أموال بعده بخمسة أيام فقط صدر مرسوم الرئاسي قضى بموجبه نقل مقر للبرلمان من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة وبعده بأيام قليلة نفذت قوات أمريكية عملية إنزال جوي على قرية يكلة بمحافظة البيضاء أسفر عن قتل وجرح بيدهم نساء وأطفال في الثامن من فبراير سحبت قوات سحبت الحكومة الإذن الممنوح لواشنطن بتنفيذ عمليات برية ضد تنظيم القاعدة مطالبة بالتنسيق المسبق معها وبعده بيومين فقط أعلن قائد الحماية الأمنية في مطار عدن صالح العميري تمرده على قرار رئيس هادي بعزله وساندته قوات إماراتية بقصف حاجز أمني في محيط المطار وفي الثاني والعشرين من نفس الشهر قتل اللواء أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة أركان الجيش أثناء تواجده في مسرح العمليات بمدينة المخاء وفي منتصف مارس بدأت محكمة تابعة لميليشيا الحوتي بصنعاء محاكمة غيابية للرئيس هادي وستة من كبار رجال الدولة وبعده بعشرة أيام فقط أصدرت المحكمة حكما قضى بإعدام الرئيس عبد الرب منصور هادي في السابع والعشرين من أبريل أقال الرئيس عبد الرب منصور هادي محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك من منصب وزير الدولة وأحاله للتحقيق وفي الحادي عشر من مايو أعلن عيدروس الزبيدي المدعوم من الإمارات تشكيل مجلس انتقالي جنوبي بعده بعشرة أيام وفي مكان آخر تعرض بوكب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لإطلاق نار قرب مطار صنعاء وفي الثالث والعشرين من يونيو نشرت وكالة أسوشيتيت بريس الأمريكية تقريرا يكشف عن وجود سجون سرية تابعة للإمارات جنوب اليمن تل ذلك إعلان الحكومة تشكيل لجنة للتقصي والتحقيق بهذه الانتهاكات المتورطة فيها الإمارات وفي الرابع من سبتمبر أطاح الرئيس عبد الرب منصور هادي باللواء محمد المقدشي من رئاسة هيئة أركان الجيش وعين اللواء طاهر العقيل بديلا عنه وفي الحادي عشر من أكتوبر شنت قوات مدعومة إماراتيا حملة اعتقالات واسعة في مدينة عدن طالت عددا من قيادات ونشطاء حزب الإصلاح بعد يومين من اشتباكات بين قوات الحرس الرئاسي والحزام الأمني وفي الخامس من نوفمبر تعرض مقر أمني في محافظة عدن لهجوم انتحاري تبنه تنظيم الدولة أنذاك أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من أربعين جديا وفي الرابع عشر من ذات الشهر تعرض موقع للجيش الوطني في جبل صبر بتعز لقصف جوي من طائرة تحالف أسفر عن سقوط قتل وجرح من أفراد الجيش الوطني الحدث الأبرز وتحديدا في الثاني من ديسمبر أعلن صالح فض شركته مع حلفائه الحوثيين وبعد يومين من هذا الموقف لقي صالح وأمين عام حزب المؤتمر عارفة زوكا مصرعهما على يد ميليش الحوثي بعده بثلاثة أيام أعلن الجيش الوطني السيطرة على مدينة الكوخة على الساحل الغربي وهي أولى مدريات محافظة الحديدة وفي الثالث عشر من الشهر ذاته التقى وليا عهد السعودية وأبو ظبي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد بقيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح وذلك بعد حديث عن خلافات بينهما بعد ذلك بأيام أعلن الجيش الوطني تحرير محافظة شبوة بالكامل وتحديدا بيحان وعسيلان وفي الرابع والعشرين من الشهر ذاته أجر الرئيس عبد الرب منسور هادي تعديلا وزاريا واسعا أطاح بوزراء ومحافظين منهم ثلاثة أعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي عقب ذلك بيومين صدور توجيهات من ميليش الحوثي للبنك المركزي التابع لهم في صنعاء بالحجز والتحفظ على ممتلكات وحسابات أكثر من ألف ومئتي شخصية منوئة لها وفي الثامن والعشرين من شهر ذاته بعثت الحكومة مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة والدول الرائعة لعملية السلام تحتج فيها على هذه الإجراءات انتهى 2017 وحل عام جديد لا يعرف اليمنيون ما سيشهدونه خلاله